أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على استقرار وأمن الكويت وكافة الدول الخليجية الشقيقة في مواجهة التحديات الداخلية والإقليمية وذلك كجزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والاعتزاز بعمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين كما ثمن الرئيس السيسي خلال لقائه أمير دولة الكويت الشيخ نوافع الأحمد الجابر الصباح بقصر بيان بالكويت مستوى التنسيق القائم ووحدة الرؤى بين البلدين الشقيقين حول القضايا ذات الاهتمام المتبادل وحرصهما على تعزيز العمل العربي المشترك بما يسهم في التصدي للتحديات المتعددة التي تواجه الأمة العربية في المرحلة الراهنة وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن أمير الكويت أشاد بالروابط الأخوية الوفيقة والتاريخية التي تجمع بين البلدين معربا عن تقديره للجهود المصرية الداعمة للشأن الكويتي على كافة الأصعضة فضلا عن إسهام الجالية المصرية في عملية البناء والتنمية بالكويت في مختلف المجالات مع التأكيد على حرص الكويت على تعزيز أطر التعاون الثنائي الراصخة مع مصر في مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة وذلك من خلال زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بها كما ثمن أمير الكويت الدورة المصرية البارز في تعزيز أليات العمل العربي المشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة والذي يعد نموذجا يحتذا به في الحفاظ على الاستقرار والنهوض بالأوضاع التنموية والاقتصادية في الوطن العربي وأضف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك فضلا عن الجهود المصرية الكويتية لتعزيز أوجه التعاون الثنائي بينهما خاصة في ظل قرب إنعقاد الدورة الثالثة عشر للجنة المشتركة المصرية الكويتية في القاهرة وكذلك اللجنة القنصلية المشتركة بين البلدين كما تم التبحث حول الجهود القائمة لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف ونشر ثقافة التسامح والاعتدال على المستوى الإقليمية حيث تم التأكيد في هذا الإطار على استمرار التنصيق المشترك بين البلدين الشقيقين لمواجهة مختلف التحديات التي تواجهها المنطقة وبما يحقق أمال شعوبها في العيش في سلام واستقرار ترجمة نانسي قنقر